من جانبه أثناء الرئيس الأوكراني فولدمير زلينيسكي على قرار الاتحاد الأوروبي فرض حزمة العقوبات السادسة على موسكو مجددا دعواته لفرض إجراءات أكثر صرامة على روسيا وقال زلينيسكي أنه ستكون هناك حاجة إلى حزمة سابعة بمجرد تنفيذ بنود الحزمة السادسة مشيرا إلى خسارة روسيا عشرات المليارات من اليورو مع وقف استيراد النفط الروسي إلى ذلك أكد الرئيس الأوكراني على تحقيق قوات بلاده تقدما بالقرب من مدينة خرسون الجنوبية